السلام عليكم ازاي طلبة وطلبات الصفقة الثالث الاعدادي ان شاء الله هنكمل مع بعض حل كتاب المعاصر عشرين اربعة وعشرين وحدتنا الاخيرة اللي هو ما الامر او ما المشكلة اللي عنده اي مشكلة يكتب لنا في التعليقات خلاص بعد الفيديو ده بقى هنبتدي مع بعض سلسلة مراجعات بقى ربع المنهج ونص المنهج والمنهج بالكامل هتشوف ان شاء الله حاجات حلوة جدا في الفترة القادمة هنبدأ مع بعض من ثلاثمية واثناشر الدرس الاول والتاني بيقول لي الحاجات اللي هي مش كويسة بنقولها على حد على الانترنت نبعات له رسالة نصية التفكير اللي هو التنمر بس الالكتروني طبعا التنمر الالكتروني ان انت تساعد او تشجع شخص ما يبقى انت كده بتدعمه يمسك بيت يهزم يقاطي يبقى انت كده بتعمل اللي هي معناها يدعم بعد كده بيقول لي تحاول ما يكونش عندك افكار سلبية عكس جلمة اللي هي سلبية كاره لشخص تنفسي يبقى طبعا اللي هي معناها ايجابي زي بريفكس يسيل فهم ده معناه اجين مرة اخرى بطريقة خاطئة طبعا يمقول يبقى يسيل فهم يبقى بطريقة خاطئة عشان نحصل على الصفة من كلمة يساعد طبعا مفيدة ومتعاون اللي هي بعد كده بيقول عكس كلمة مضطرب اللي هي غاضب ومتدايق يبقى طبعا هنا اللي هي طبعا هتكون الكلمة اللي هنا الانتنم بتاعها واحد مضطرب والتاني ايه مبسوط يبقى هابي اللي هي سعيد محرجين او صيرين زي شود بي بازت لازم يفكروا تفكير ايجابي معناه ان انت تشعر بايه مش مستريح ولا هابي سعيد طبعا مش مستريح زي رسائل غير نصية او رسائل نصية اللي مش كويسة made here really بتخلينا نشعر بان احنا upset مضطربين كده ومنزعجين excited متحمس important مهم positive ايجابي بتخلينا طبعا upset منزعج ومضطرب بعد كده هنا عندي بيقول I get about exams لما اتقرب الامتحانات بابا anxious قلب lost مفقود ويت مبلغ sleep نايم طبعا ببقى لك she has a negative opinion about hair عندها رأي سلبي بخصوص she thinks she isn't beautiful شايف انها مش جميلة appearance مظهرها ومنظرها language اللغة ضايت النظام الغذائي subject موضوع طبعا appearance اللغة المظهر على مواقع التواصل hide نخبئ share يا تشارك encourage وشجع جيت يحصل على طبعا احنا نقدر نعمل ايه نلعفكار بتاعتنا نقدر ايه نتشاركها يبقى share our experience بعد كده بيقول لي A it's something that you don't want other people to know حاجة انت مش عايز الاخرين يعرفوها skill مهارة study نص طبعا مش عايز الاخرين يعرفوها هيبقى means unhappy معناها غير سعيد because something bad has happened لان حاجة سيئة حصلت careful حريص clear واضح positive upset مضطرب ومنزعج لما يكون unhappy يبقى دي حاجة ايه المفروض ان هي عملتلي upset the time you spend enjoying yourself لما تمتع نفسك with other people means social life الحياة الاجتماعية social club نادي اجتماعي social problem مشكلة اجتماعية bullying التنمر طيب لما يقول the time you spend enjoying yourself اللي هي حياتك اللي ايه الاجتماعية social life the opposite of certain certain يعني متأكد عكسها ايه unsure غير متأكد sure متأكد hidden مختبئ nervous عصبي يبقى عكسها unsure اللي هي معناها غير متأكد the synonym of the word is apparent واضح مراد في كلمة kind طيب similar متشابق anxious قال clear clear واضح apparent يعني واضح بتسوي برضو كلمة clear اللي هي واضح there isn't anybody in the meeting مفيش حد في الاجتماع came to the meeting anybody اي شخص nobody لا احد somebody شخص ما something شيء ما طبعا بيقول لي مفيش حد في الاجتماع يبقى nobody لا احد مفيش حد حضر خالص mom made the cake alone mom عملت الكيكا وحدها that means she made it any help ده معنى ان هي عملته نقط اي مساعدة with بمساعدة اي حد without بدون مساعدة اي حد by بواسطة for لكي طبعا without salma fill off the chair سقطت منها الكرسي عن her friends واصدقائها love that her ضحكوا عليها so she felt شعرت بالإباع شوك صدمة impressed the hrug surprise not similar احنا مش متشابهين we know different opinions عندنا قراءة مختلفة يملك behold catch have carry طبعا have different opinion لدي رأي مختلف this key هذا المفتاح تفريدة give it to here on يمتلك brings يحضر belongs يخص هذا يملك طبعا belongs to يعني يخص patience المرضى not choice to eat a lot of food عشان يأكلوا اطعمة كتير give have look answer طبعا ما لهمش اختيار يبه have no choice جملة اللي بعدها بيقول لي مصطفى is poor فقير the other hand he is so generous كريم جدا من ناحية اخرى on in over add طبعا on the other hand على الجانب الاخر هو generous و generous اللي هي معناها كريم بعد كده عندي هنا 320 على language طبعا عندنا احنا كلمة must بييجي بعدها المصدر فالمفروض ان انا هقول keep each other secret i have to buy more bread لازم اجيب خبز we have a lot لازم we don't have to مش لازم i must go to the cinema but i am unsure مش متأكد وطالما not sure مش متأكد يبقى بيستخدم كلمة اسمع might a doctor has to be good at science subject لازم يكون حلو في المواد العلمية has to be بعدها المصدر يبقى you should يجز بنت say unkind things to people on social media لازم تقول الناس حاجات مش كويسة يبقى طبعا you shouldn't ده حاجة مش كويسة طبعا my father have to go to work at six for a meeting ابويا لازم يروح الاجتماع ابو لازم يبقى نفرض اقول has to you mustn't know the password مش لازم تعرف say before you can use the computer قبل ما تستخدم الكمبيوتر لا طبعا you must ده شيء الزامي I have to get up early tomorrow لازم أقول بكرة بادري because it's a holiday لنو أجازة يبقى مش لازم يبقى don't have to ليس من الضروري أن what do you had to do عندي do يبقى زين المصدر من had اللي هو طبعا have tor is worried because he must do badly in his exam ورد يعني قلق يبقى شكل حل وحش وامتحان فممكن أقول ربما يبقى might what do you must to do when you crossing do you have to take your coat لازم تاخد معك the jacket it's sunny or doors الجو مش يبقى مش لازم يبقى don't have to بعد كده عندي هنا بيقول does علي and sorry have to travel to luxor علي و صورة جامع طبعا عندي have to مش ينف ياخد do 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 ضد القانون انت لازم تركن السيارة طبعا لا يجب اللي هي مين اللي هي mustn't we doesn't have to harry احنا مش لازم نجري we aren't late for school ما تأخرناش على المدرسة يبقى we don't have 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 to to buy another one لازم يعني تشتري واحد جديد داب طيب عندها تلاتة يبقى شيء مش لازم يبقى doesn't have do you have to finish your work tonight? have to have to يبقى محتاجين مصدر يبقى finish you mustn't see a doctor you have been ill for a week for a week انت مريد بقى لك اسبوع يبقى لازم تشوف دكتور طبعا you must salma has to got a passport to travel to london لازم يكون معا جواز صفر has to المصدر يبقى has to get بعد كده بيقول you must take photos here it's forbidden وforbidden يعني محزور وممنوع يبقى ناخد صور هنا لأ طبعا you mustn't بعد كده عندي تمرين على لسن one and two هنبدأ بالديالوج ممكن اسألك بعض لسئلة yes of course هل شيء شايك ان احنا تعلم الانجلش كلغة اجنبية يعني هل ده حاجة كويسة قلت لها نقط لها نقط قلت لها لأنها مفيدة في دراستنا يبقى طبعا هنا هنقول لها yes ممكن نعمل مؤسسة نقول yes it is because يبقى لأنه يبقى نقول لماذا 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 لمين why سأتحسؤال الثالث هتلاها certainly it's useful in using the computer طبعا مفيد في الكمبيوتر certainly هي بتساوي هنشلها ونستخدم is فعلى مساعد عادة هو يبقى is it هل is it useful هل هو شيء مفيد in using في استخدام the computer يعني هل مفيد في استخدام اليه الكمبيوتر يطلقى طبعا how can i improve my english ازاي حسن الانجلش بتاعي هتلاها حاجة هتلاها اي نصيحة بقى للتحسين او لها مسلا you should انت لازم read more ممكن ماشي read and write تقري وتكتبي انجلش هتلاها حاضر انا هحاول اعمل كده فهنا طبعا هتقول لها هتمنى لك حظ سعيد مثلا good luck بالتوفيق يعني or i wish you good luck هنشوف بقى هنا الاختيارات اثر wasn't happy ما كانش سعيد when his family left him at home لما العائلة تركته that means ده معنى ان ياسر felt lonely يشعر بالوحدة comfortable مستريح def some excited متحمس يبقى طبعا lonely means seeing only bad things اسيار الاشياء السيئة positive negative good unknown طبعا دايبها شيء سلب اللي هو negative the prefix give the opposite of ability عكس كلمة ability inability inability i r u n طبعا عدم القدرة اللي هي inability is a bad thing on the internet شيء سيء على الانترنت cyberbullying التنمر fishing الصيد sharing المشاركة cooking الطه طبعا cyberbullying اللي هو التنمر الالكتروني how and mean something important that you have done حاجة مهمة انت عملتها choice اختيار ability قدرة achievement ingaz secret sir طبعا حاجة مهمة احنا عملناها يبقى دا achievement اللي هي معناها ingaz the word has the same meaning as worried كلمة معناها قلق quiet haady peaceful haady call me haady anxious اللي هي معناها قلق يبقى هي دي بعد كده عند ثري هندرد تويني تو بيقول لي shares يتشارك after معناها بعد hand يد او يسلم status دراسات share يشارك بس بدون اس وهيت يعني يقرها بشكل قوي today اليوم nearly four billion people use social media تقريبا اربع مليار شخص يبيستخدموا المواقع التواصل لنزير daily lives في حياتهم اليومين some have found that around 63% of people report feeling upset لديهم شعور بالاضطراب and anxious والقلق after using social media يبقى some not have found بعض الاي اكتشفت يبقى بعض المفروض ان احنا نقود بعض الدراسات اكتشفت يبقى من ناحية اخرى سمع على الجانب الاخر نقدر ان احنا ايه كان من الحاجات اللي بيجي بعدها المصدر يبقى نقدر ايه share نتشارك الخبرات مع بعض ممكن نبعد رسائل لجابية this way about the importance of looking and طرق looking not our mental health looking يبقى بصحتنا العقلية looking after اللي هي الاعتناء به correct she has to stay up late هي لازم تظهر she has already done here homework هي عملت الواجب بتاعها يبقى لا يجب ان يبقى she doesn't have to you might always eat healthy food that's my advice دي نصيحتي لي وطلما نصيحتي يبقى she doesn't الطعام الصحي دي حقا كويس هيبقى she doesn't you mustn't using a pencil it's not allowed مش مسموح لك mustn't بيجي بعدها المصدر يبقى use بس she must see here present i am not sure طالما قال لي not sure يبقى على طول ربما اللي هي كلمة mean might you smoke here it's not allowed مش مسموح لك هنا يبقى انت تدخن هنا ولا mustn't طبعا you mustn't ويدخن اللي هي smoke بعد كده بيقول review on social media in your life دور التواصل الاجتماعي في حياتنا وده متجاو في نهاية اللي عند وبعد جده ننتقل تلتمية تسعة وعشرين وده طبعا listen three and four الدرس الرابع في وحدتنا الستة is the quality of state of being conscious quality اللي هي ميزة او يعني جودة ان انت تكون في حالة conscious اللي هو الوعية or aware of something او تكون على دراية بشيء معين يبقى forgiveness التسامح unreadness عدم قدرة على القراءة sadness الحزن mindfulness اللي هي الصحة العقلية طبعا الوعي بكل شيء اللي هو mindfulness your health show the health of your mind بتبين صحتك العقلية or how happy you are او مقدار السعادة بتاعتك digital اللي هي رقمي creative مبدع mental عقلي انكش اسقالك طبعا your mental health الصحة العقلية هي اللي بتبين مقدار السعادة بتاعتك to is to become comfortable تبا مستريح عند الاسور دول الألأ قليل تشعود تصرخ study يدرس relax يسترخي jump يكفز طبعا to relax is to become comfortable او انت تشعر انت مستريح واقل قلقا the opposite of word fast is عكس كلمة fast quick high slow low fast يعني سريع عكسها بطيء اللي هي slow we add the suffix to have the adverb of slow علشان نحصل على ال adverb adverb دا الزرف او الحال من كلمة slow الزرف والحال غالبا باضافة a b l e f u l l y من طبعا slowly اللي هي ببط when you feel worried لما يكون في حاجة ألأك in and out slowly breathe هنا اللي هي معناها تنفس freeze جمد pass breath اللي هو النفس طبعا لما يكون حاجة ألأك تنفس نعمل شهيك وزفير in and out some online في بعض الرسائل الإلكترونية كان people very badly الناس بطرية سية build يبني improve يحسن help يساعد hurt اللي هي معناها يؤذي طبعا بتأذيهم in a not class students learn to breathe slowly يتنفسوا بط and to only think of the present في دروس النوات بيتنفسوا بط ويفكروا في الحاضر بس cyberbullying التنمر الإلكتروني mindfulness في دروس صحة mindless بالعقل فاكت في الحقيقة طبعا في mindfulness class اللي هي حصص الوعي fans write comments on their stars post اللي معجبين بيكتبوا تعليقات على منشورات فاكت حقيقة بلوغ المدونات home منزل في لاج عالم على المدونات الإلكترونية بتاعت النجوم اللي هما بيحبوه عادل يعني مضحك جدا يعني مضحك جدا يقرأ يقول نكت يقترح يتحدث طبعا ينكت يعني يقول نكت هادي كده عندي بيقول نكت is to allow someone تسمح لشخص to be part of something يكون جزء من شيء معين exclude يده معناه يستبعد include يتضمن export يصدر hide يخبئ طبعا يبقى انتك كده بتعمله ايه include يشمل او يتضمن يشمل او يتضمن a is something you say to make people love حاجة انت بتعمله عشان الناس تدحك cook يطهي joke يقول نكت story قصة poem اللي هي قصيدة شعرية يبقى انتك كده بتعمل ايه joke بتقول نكت in the past people used to listen to the radio ناس كالتبتسمع على الراديو the opposite of the word past عكس كلمة past في الماضي distance مسافة history تاريخ future مستعبذ old قديم طبعا in the past people used to listen to the radio the opposite of word past عكس كلمة past الماضي بأى future اللي هو المستعبذ the antonym of mindful عكس كلمة mindful اللي هو يعني عند وعي والصحة عقلي aware واعي unaware غير واعي حريص relax المسترخي طبعا يبقى unaware اللي هو غير واعي think before you make a decision قبل ما تاخد قرار think deep deep يعني عميك deepness عمك deeply بعمك deep اني عمك طبعا عايز اقول له فكر بعمك يبقى think deeply when you are upset لما تكون مضطرب this means you don't feel ده معنى انت لا تشعر بالuncomfort ولا comfortable ولا uncomfortable ولا comfort ده معنى انت لا تشعر بالراحة اللي هي comfortable when i reached لما وصلت the school late المدرسة متأخر the gate was locked لقيت البابة مغلقة the word locked means يعنيه locked hidden مختبئ put يضع hurt يوزي closed مقفولة طبعا لقيتها closed لقيتها مغلقة writing bad is a form of cyber poly نوع من التنمر الالكتروني تكتب bad novels روايات poems قصية comments تعليقات cakes اللي هي كيكة طبعا لما تكتب comments i couldn't swim well لا استيع السباحة جيدا so i had to wear لازم ألبس life jacket mask اقناع umbrella شمسية boards صبورة طبعا لازم ألبس jacket الانقاذ اللي هو life jacket when someone is calm لما حد يكون this means he speaks ده معنى ان هو بيتكلم quickly بسرعة ولا calm اللي بهدوء ولا fast بسرعة ولا لود اللي بصوت عالي لا ده معنى ان هو بيتكلم ايه calm لي بهدوء i share my room my sister اتشارك غرفتي مع اختي at with from about يتشارك مع اللي يشارك with my mother try to stop my father smoking توقف عن التدخين اسمح stop to from in at يمنح شخص من شي يستب my father from you should be kind your mates لازم تكون طيب مع mates as the cock of to at about to your mates i want to be friends عايز اكون صديق زنو ستيرنت للطالب الجديد with to for ايه طبعا مع اللي هي to be friends with the new students مع الطالب الجديد بعد كده عندها الروح اللي بيك 335 335 بيقول لي i am so sorry انا اسف i am able to come on this time yesterday because the past had broken down مابداين كده انا عندي كلمة yesterday yesterday يعني بالامس يبقى انا عايز هنا ايه قدرة في الايه قدرة في الماضي طيب بيقول انا اسف ان انا كنت قادر ان انا اجي في الوقت لان هل تبستعطل ولا ما قدرتش هنا عايز يقول ما قدرتش يبقى هنا هيقول ايه i life في الماضي بتاخد was ونفي was wasn't يبقى i wasn't able لم اكن قادرا على mother الام have to buy more rice تشتري ارز كتير because we didn't have enough لان احنا ما عندناش كافي هنا برضو didn't ماضي يبقى كان لازم تشتري الالزام في الماضي بيقول ايه من have بقى بيقول had طب اقول had to طب ما انا عندي to يبقى had بس يبقى mother had to كان لازم تشتري ارز لان ما كانش عندها ارز كافي last Thursday was a holiday الخميس اللي فات كان اجازة so i not have to go to school i stayed home الجملة ماضي يبقى ما كانش لازم ان نروح المدرسة الماضي بيتنافب didn't يبقى نقول didn't have to i could understand the film because it was in a language i don't understand ادرت افهم الفيلم لانه كان بلغة انا مش فهمها يبقى ما قدرتش نفي could يبقى نقول i couldn't بعد كده بيقولي فاطمة wasn't able walked to school because she hurt her leg رجليها مصابة بما قدرتش تمشي يبقى wasn't able طب ما هو كاتبها يا مستر ما هي نقصة to يبقى wasn't able to لم تكن قادرة على طار have to go to the dentist yesterday يروح لطويل الاسنان بالامس because his tooth hurt طب الجملة ماضي يبقى المهرور نقول طارق ايه had طيب وكلمة to موجودة i didn't have to done what my friends suggest هنا didn't have to بيجي بعدها المصدر ترسوا كل مصدر يبقى المفروض نقول do بعد كده بيقولي it was very windy كان الجو عاصف so planes الطائرات wasn't able to lose the airport ما قدرتش سيب المطار الطائرات جامع والجملة ماضي فالمفروض ما قولش وازن تقول weren't ما قدرتش بعد كده بيقولي it was foggy كان في ضباب in the morning i could see the road well شفت الطريق كويس لا طبعا ما قدرتش يبقى i couldn't i got up late yesterday سيت متأخر بالعمل but i able to reach school in time لكن وصلت في الوقت المحدد الجملة ماضي يبقى هقول was عشان i بتاخد was able and i did sorry mom i wasn't able doing the shopping because the shops were closed وانا يجدر المحلات كانت عفلة was able بيجي بعدها to والمصدر من doing do يبقى to do my mother told me i not able to work until i was about three ممشيتش حتى ثلاث سنوات يبقى برضو ماضي لا يبي تاخد واضح يبقى wasn't able to اللي غير قادر على as a age of two في عمر الثانية my sister weren't able to ride a bike اختي دي مفرد المفرد بياخد واضح يبقى wasn't able the girl didn't has to do what her friend said نقونا didn't بيقى بعدها المصدر من has didn't have to are your sister able to swim when she was six مديني able ومديني ماضي يبقى وزا where sister مفرد يبقى نقول was your sister she was able catch the ball able اسمها able to والمصدر من catch هو هو catch يمسك الكرة yesterday yesterday بالامس i had to tuck the umbrella as it was raining هذه had to محتاجة مصدر يبقى take we have to walk to the museum because there wasn't a bus مفيش او ما كانش فيه to piece يبقى we had to كنا مضطرين ان they are able to ride a bike when they were young جملة ماضي able to was aware as it may be where it wasn't necessary مش ضروري i don't have to go by car الجملة ماضي يبقى نعيز الماضي يبقى didn't have to مش لازم اذهب بالايه بالسيارة بعد كده عندي هنا تمرين على three and four dialogue نبيل and اسامة are talking about a book that اسامة is reading in history نبيل بيقول اسامة hello اسامة are you enjoying that book هل انت مستمتع بالكتاب ده قال له hello نبيل وراح رد عليه قال because it isn't my favorite kind ده مش نوع المفضل يبقى هنا قال له يسوأ لنوب عشان كده بقولك لازم ترى المحادس يبقى قال له no no i am not لا هو مش عجبني فاكيد قال له لم لماذا يعني why قال له مش نوع المفضل قال له حاجة أنا عايز مغامرات did you read this book من طريق الكتاب ده يبقى هنا طبعا في الاول يقول what kind of ما نوع البوكس do you prefer reading عشان prefer فعلة مضارة do you prefer reading ايه الكتب اللي بتحب ها قال بحب المغامرات المغامرات والسعر قال له قال انت قريت الكتاب ده قال i read it one year ago and it was so interesting i like history يبقى هنا ارى يبقى i did عشان قال did you well you have encouraged me to finish it ده انت كده شجحت ان اكمله قال i hope you will enjoy it اتمنى ان هو يعجبك طبعا خلاص المحطسة خلص تقول شكرا يبقى thank you السؤال التاني سؤال الاختيارات to not means to see unkind or cruel things about someone online تقول حاجة مش كويسة unkind حاجة مش طيبة تغلط في حد يعني cruel أو تكون قاسي وتقول حاجات مش كويسة على حد على الانترنت يبقى relax تسترخي cyber poly تنمر إلكتروني include يشمل breath يتنفس لأ ده طبعا cyber poly the door is it isn't open الباب مقفول happy عايزين نحول هالاسم نقول happiness 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 طبعا يبقى نقول happiness اللي هي السعادة means to become comfortable تبقى مستريح عند this word ومش الآن or make someone feel this ان ان انت تشعر بالروح choose يختار feel يشعر relax يسترخي revise يراجع طبعا relax اللي هو الاسترخاء i can believe انا مش قادر اصددك you are kind انت طيب honest amine serious god joking انت بتهزر يبقى بقوله انا مش بصددك انت شكلك كده بتهزر you are joking aware على وعي mind of الواعي برضو اقول الكلمتين دول واحد عنده وعي وادراك يبقى synonym في بينهم طراضف انتون معاك سبع nouns اسم بعض بعد كده عندي كلمة start يبدأ way طريق engine محرك boat قارب where يرتدي ورد الماضي last week السبوع الماضي my uncle took me out of his boat اخدنا على القريب بتاعه i had to a special life jacket كان لازم had to بعدها المصدر كان لازم ارتدي يبقى where يلبس ايه بقى life jacket and he said i could walk carefully around that اللي امشي براحة حوالين القارب وانا القارب ماشي but i couldn't run we traveled along way مشينا مسافة طويلة and after two hours وبعد ساعتين i wasn't able to see the beach ما كنا شايفين الشاطئ all the sea البحر بس then the not stopped النقط النقط توقف اللي توقف الانجن اللي هو المحرك عطل يعني we tried to not it but we couldn't احنا حاولنا ان احنا اللي هي start it لكن احنا ما قدرناش شو بقى correct i able to come with you to concert because i was ill اللي يعني مريض اول ما لقى able يبقى was aware able طب هو هنا هقدر ايجي ولا مش هقدر هنا قال لي لانا كنت مريض يبقى مش هقدر يبقى i wasn't able to my neighbor جران not have to leave for work because he was still ill مش هيقدر او مش مضطر ان هو يسيب العمل لانا هو هلسه ايه تعبان الجملة ماضي يبقى ليس من الضروري يبقى didn't have to the boy couldn't did his homework ايه قاعدة could يجي بعدها ايه infinitive مصدر من did طبعا do حاتم can swim when he was four وهو عنده اربح سنوات الجملة ماضي يبقى الماضي من كان could 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 layla cooks alone when she was eleven a d could يبقى زين مصدر من cooks اللي هو طبعا كلمة مين كلمة cook بعد كده عندي بيقول review on how to be mindful ازاي يكون تستمتع ويكون عندك استرخواة وصحة وقلية جيدة وده متجاوب في نهاية اليونت دلوقتي معدنا مع lesson 5 6 الدرس الخامس والسادس في كتابنا كتاب المعاصر تلتعدادي يونت 6 الوحدة السادة our end is a useful piece of information of advice يعني معلومات مفيدة ونصايح مفيدة وجزء من النصايح المفيدة ده question سؤال answer إجابة top كمة tip نصيحة يبقى طبعا tip بعد كده عندي هنا 345 to not with is to manage or be able to do something although it's difficult ان انت تقدر تعمل حاجة وتتمكن من فعل شيء الرغم ان هو صعب drop يسقط crop محصول cope اللي هو يسير كلين ينظف طبعا to cope with is to manage or to be able to do something although it was difficult اللي هو يتسير مع شيء ويواكب شيء معين do you giving me your bug تعطيني كتابك do you mind يصلح do you mind هل عندك مانا do you agree يوافق do you refuse يغفق طبعا do you mind بيجي بعد الفر بزاية نجيله هل عندك مانا coronavirus is a not disease coronavirus يعتبر مرض clear واضح simple بسيط digital شيء رقمي serious مرض خطير طبعا serious ask questions to sure you really understand the problem اسأل اسئلة علشان not ان انت فاهم المشكلة give sure have sure make sure do sure يتأكد طبعا اللي هي make sure يتأكد من you should listen to your big brothers لازم تستمع اللي هي جمع ممكن حنافية tips اشريطة tips نصائح lips اللي هي شفايف طبعا your brother tips اللي هي النصائح بتاعته النهاردة حر جدا weather بتساوي ايه معنائز اللي هو الريش اللي هو الجلد طبعا weather الطقس we tried to new ideas to solve the problem حاولنا نقطة افكار جديدة عشان نحل المشكلة damage يدمر platform رصيف قطار print storm اللي هو يعصب زهنين اللي هو يستدعي الافكار hurt يؤذي طبعا print storm you should think لازم تفكر before taking an important decision قبل ما تاخد قرار clearly بوضوح happily بسعادة angry بغضب warm اللي بدافل لازم طبعا you should think انت لازم تفكر clearly بوضوح will you up with your friends today will you make up meet up take up get up طبعا تلطقي ب will you meet up with your friends today definitions التعريفات بعد كده عندنا بيقول a is something on a camera حاجة بتركب يعني وبتستخدم مع الكاميرا والcomputer that can change بتغير the way something looks بتغير الشكل tape شريط filter اللي هو filter المصفى safe يعني keys keyboard اللي هي لوحة المفاتيح طبعا ده filter to be unhappy ان انت تكون غير سعيد because you are not with other people is to be ان انت مش مع الآخرين يبقى lately حديثا او مؤخرا lovely محبوب او جميل lonely وحيدا only فقط يبقى انت كده تشعر بالوحدة اللي هي lonely they may be more understanding هما ممكن يكونوا اكتر فهما the word understanding here is اللي هو متفاهمين يعني verb انا فعل adjective صفة adverb preserved noun اسم طبعا more understanding يبقى فاهم اللي understanding يبقى صفة ask يسأل and question have not meaning ليهم معنى اي opposite عكس بعض different مختلف difficult صاف the same نفس الشيء طبعا the antonym of the word older عكس كلمة اكبر is ancient قديم elder اكبر younger اصغر early مبكرا اكبر عكسها اصغر the sky is foggy الجو في ضبوب كتير this means it isn't ده معنى انه ليس كلين ليس نظيف clear ليس صافي dark ليس مظلم dry ده معنى انه ليس صافي بعد كده هنا بيقول لي try to be a good حاول تكون good and not to speak so much وما تتكلمش كتير good speaker متحدث جايد foot blur لعب كرة اكتر ومسل listener مستمع وبيقولك ما تتكلمش كتير يبقى كون مستمع جايد يبقى listener do you agree what i say agree ليه يتطفق بتاخد حرف الجره ليه يتطفق مع آآ مع اللانية بدون العمل بجد working so work work it works طبعا without working hard يعني دون العمل بجد بعد كده في three hundred forty seven عندي dialogue بين ماهر ومستر اسمان ask his teacher مستر اسمان how to be a good listener ازاي يكون مستمع جايد hello can i ask you question please قال له hello ماهر طبعا طبعا can i ask you يبقى sure of course سألو سؤال قال له if you want to be a good listener لو عايزت يبقى مستمع جايد you shouldn't interrupt the speaker ما تقطعش المتحدث هو هنا السؤال الموجود هو اللي هو how يبقى أنا أقول له how can i ازاي أكون how can i be a good listener قال له ما تقطعش الايه المتحدث اوكي i won't interrupt the speaker أنا مش هقطعو وراح سألو ايه سؤال راح قال له هنا ايه you should also show that you are interested in the subject تبين ان انت مهتم بالموضوع يبقى ممكن اعمل ايه تاني what else should i do بعد كده قال له what should i do if the speaker said something wrong لو المتحدث قال حاجة خطأ can i give advice ممكن ادي نصيحة هنعد but don't give orders لكن ما تديش اوامر يبقى yes you can بعد كده قال له thanks for your time Mr. Osman شكرا على وقتك Mr. Osman هيقول له طبعا العفو يبقى you are welcome بعد كده عندي تمرين على لسن 5 and 6 الدرس الخامس والسادس عازم تلزه his father about a bad day at school عن يوم السيء في المدرسة i had a terrible day at school انا كان يوم النهاردة سيء فبابا قال له tell me about it قول لي ايه اللي حصلت اخبرني عنه what happened what happened يعني ما الذي حدث what happened قال له we had a mass test كان فيه اختبار رياضة and i got bad marks وجبت درجات يعني bad marks يعني درجات مش حلوة سأله حاجة هلو yes that makes me feel sad ده خلاني حزين it was so difficult ده اه كان شيء صعب يبقى هيقول له طبعا does عشان هنا فيها makes فعل does يبقى does والفعل هنا that يبقى does that make you feel sad طب ده خلك حزين قال له طبعا can you give me an example of what you mean ممكن تقول لي قصدك ايه قال له حاجة قال له it's clear you aren't happy about it ده واضح ان انت مش سعيد يبقى هنا ممكن يقول له مثلا انا كان قصد ان هو صعب يبقى I mean it was so difficult الامتحان كان difficult يعني كان صعب why don't we talk to our teacher ليه ما نتكلمش مع المدرس not could you tell me if I redo the exam tomorrow عيده تاني بكرة يبقى ممكن هنا يقول له good idea فكرة حلوة انا عايز عيد الامتحان فممكن يقول له طبعا ممكن نطلب منه ان انا امتحان تاني فابابا هيقول له sure طبعا yes of course بعد كده عندي سؤال اختيارات او الجملة بيقول لي I had a terrible day because of the accident كان يومي سيء بسبب الحدثة terrible here means very means very terrible معناها very cold bad hot hard good جيد bad say طبعا يبقى very bad to means to stop someone from speaking or doing something by suddenly speaking ان انت توقف حد عن التكلم او التحدث فجأة interrupt يقاطع encourage يشجع help يساعد protect يحمي طبعا interrupt ليه يقاطع ask is the not of answer واحد بيسأل والتاني بيردي بدي انتنم عكسها synonym مراد في الاجكتف صفة واحد بيسأل والتاني بيردي بدي كده انتنم understand can be a noun تتحول الاسم by adding the suffix نضيف الى understand في الاخر ing ed er ent عشان تباع اسم بدي فلا هين جعش انتباع understanding اللي يفهم she doesn't feel safe لا تشعر بالامان when she is alone لما تكون وحيدة this means she likes to be ده معانا ان هي بتحب انها تكون lonely وحيدة ولا with others مع الاخرين ولا far away بعيد ولا happy سعيد لا طبعا مع الاخرين اللي هي with others بعدي كده بيقول لي do with means to manage or be able to do something although it's difficult تكون قادرة على فعل شيء الرغم ان هو صعب interrupt يقاطع meet يقابل cope يواكب ليه يلعب طبعا to cope with اللي وتواكب شيء ان انت تتماشى معي بعدي كده عندي كلمة make يصنع look ينزر do يفعل get يحصل على worried callic worrying القلق نفس عايش على مسافة بعيدة من المدرسة it takes an hour for him بياخد ساعة to not home in his small village يصل ليه طبعا get home he doesn't have a father and he is not because his mother is ill وهو not لانه ممته مريضة يبقى طبعا he doesn't have a father ما عندوش اب and he is not because his mother is ill هو طبعا هي قلق اللي هي worried so when he gets home he has to not after his look younger brothers and sister لما بيرجع لازم ان هو not after يعتني باللي هي look after ياخد باله من اخواته he doesn't have much time to not his school work ما عندوش وعد ان هو يعمل واجب المدرسة اللي هو do his school work بعد كده عندنا بيقول review on teenagers problems مشاكل المراهقين وده متجاوه في نهاية اليونت بعد كده في 355 عند هنا اختبار على يونت 6 you are talking to a friend who has got a problem تتحدث مع صديق عندو مشكلة what's wrong with you بيقول له ما الامر not قال له the problem is that my parents will be very angry with me يبه هنا المشكلة طبعا هيقول له I have got a problem انا عندي مشكلة فاكده هيقول له ايه هي يبه what is the problem ما هي المشكلة قال له المشكلة ان my parents will be very angry وانجده طبعا لها معناها هي غاضب هيكونوا غضبين غضبانين ايه مني فاكده هيقول له not ليه قال له because I broke my new mobile phone قصرت التليفون الجديد يبقى لماذا ليه طبعا why بعد كده قال له حاجة I can't repair it as it will cost قال له مش هفع صلحه هيتكلف كتير يبقى هنا اقترع علينا ممكن يصلحه يبقى you can repair it تقدر تصلحه قال له مش هينفع قال له I lend you the money you need هنا هسلفك الفيوز لانت محتاجها هنا هاشكره طبعا يقول له thanks a lot بعد كده عندي هنا كلمة spend يقضي interest اهتمامات between بين advice نصيحة نكس للتالي spend sound teenagers are boys and girls المراهقين هم الاولاد والبنات 13 and 19 years old من 13 ل19 ببتوين they are usually active نشطاء and like to a lot of time together ويبقى عندهم وقت ان هم يزبن ياخدوا وقت معا they have the same hub اذا عندهم نفس الهوايات and the not ونفس الانترس اللي هي الاهتمامات but they don't have much experience ما عندهمش خبرة like older people so they should listen to their parents and teachers يستمعوا للparents with teachers they should also ask for وكمان لازم ask for or not يطلوبوا النصيحة لي ask for advice when they have a problem لما يكون عندهم مشكلة انشوف الكمبراهنشن القطع i always wanted to be part of a certain group of popular students كان دايما عند الرغبة ان انا اكون ضمن عضو في مجموعة من الطلبة اللي هم المحبوبين والمشوري في يوم الايام المجموعة دي اقترحوا ان احنا نتنمر بطالب في الفصل بتاعي اسمه فاوزي كتب على مواقع التواصل يبقى انا فاهمك قصة من الاول يبقى هنا في واحد بيقول انا كان دايما نفسي ان انا ادخل كده مع مجموعة من الطلبة وكون ضمن المجموعة بتاعتهم وانضم ليهم فا في مرة اقترحوا ان اتنمر بواحد اسمه فاوزي انا اللي بدأت التنمر بالولد عشان ايه بقى يبقى يبقى مقص المجموعة ان هو ايه ان هو اللي يعني الفت اللي فيهم وكده كنت شايف ان هم هيشوفوا اللي هو هذا الشي اللي انا فعلته اللي هو التنمر يعني فاني ما كنتش اعرف ان هم بيهزروا وكنت انا الوحيد اللي كتبت التعليق ده فالمشكلة كلها بقت فيه انا كده هم معلقوش يعني فاوزي ارد تعليق ان زاد نكست دي he didn't want to come to school فاوزي لما ارد تعليق والتنمر بي يعني ان انا عملت عليه يعني مرضيش يروح المدرسة i had to tell my parents قلت الوالدين and they couldn't understand why i did it معرفوش لي انا عملت كده زين the other students didn't want to include me in their group والطلب اطلعوني من المجموعة بتاعتهم i am so embarrassed انا محرج about what i did انا محرج جدا بسبب اللي انا عملته however ومع ذلك i hope my experience will have a positive result too انا حبيت ان التجربة دي اطلع منها بشي ايجابي i didn't have to do what my friends suggest مفروض ما عملش الاصحابي يقولوله عليه you should think before you do something لازم تفكر some online mask في رسائل على انترنت can hurt people very badly ممكن تازي الناس بتراسية i was able to say sorry to faust the next day روحت اعتدارة الفوز he is very kind طيب جدا and now we are friends واحنا دلوقتي بقينا اصدقاء so you should choose your friends careful لازم تختار اصدقاءك بحرص and always be kind to people ودايما تكون مؤدب ومحترم مع الناس the best title for the passage is افضل عنوان للقطعة friendship الصداقة message الرسائل social media التواصل think before you react فكر قبل ما تعمل رد الفعل طبعا اللي هو احنا think before you act لازم نفكر قبل ما نعمل اي حاجة the writer thought that his friends would when they read his message الكاتب اعتقد ان اصدقاء انوات لما يروا رسالة cry 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 fight love love shout 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 yas no to it to explain what why fozy didn't want to come to school mention two points why fozy doesn't want to come to school iam iam because بكوز او الحاجة انهي اكيد رد ارى زايه ده انكاين كامنت التعليق اللي هو مش كويس اللي عمله الكاتب ارى زايه الكاتب بلا ايه اكيد كان محرق ان هو يروح انفير ويهد ارى زايه الكاتب شار بالايه بالاحرق هانقول طبعا بكوز اسفرند فوزي ما لو بقى didn't come لم ياتي to school الى المدرسة ده سبب والسعب التاني ان his friends didn't want to include him عزنا طلعونه المجموعة do you think we shouldn't send a bad online message هل انت شايفت احنا مفروب ما نبعدش رسالة سياكيد طبعا ياس why why not mention to reason هنقول طبعا ياس because they can hurt انت كده ممكن تأذي ال people badly بطريقة سيئة and people will think that you are impolite والناس هتشوفك غير مؤدد ده السابي التاني فادي is he is worried about the exam result الان علشان نتيجة الامتحان he is afraid he won't pass حسنو مش هينجع مسترخي انكشاس قلق كوايت هادي ريتش غني طبعا يبقى قلق بعد كده بيولي we add the suffix بنضيف النهاية to turn the word kind into a noun عشان نحول kind اللي هي طيب لاسم l y e r n s s amenity عندنا كلمة اسمعها kindness اللي هي الطيبة the word means unhappy معناه مش سعيد because something bad has happened عشان في حاجة سيئة حدثت clear واضح محرك ابسط مضطرب mindful اه واعي وعنده صحة اخليه بما اه impressed the opposite of modern عكس حديث traditional تقليده وقديم نيو جديد تسويها فاشنب العلموضة جديد unusual غير عادي by traditional what is the matter ما الامر the word matter here means كلمة matter هنا ليه الامر معناها what is the problem ولا goal هدف opinion رأي result نتيجة لا طبعا what is the problem yeah what is the matter to means to say something to make people love تعمل حاجة تضحك الناس سايبر بولي تتنمر joke تقول نقطة بريس يتنفس ريلاكس يسترخي طبعا يبقى joke correct you mustn't wear a heavy coat متلبس جاكت it isn't very cold outside الجو برا مش cold يبقى هنا مش لازم اللي هي طبعا اسمها هي اه هنا اليو جامع يبقى اقول له you don't have to ليس من الضروري يعني هنا مش حاضر وماني ولا حاجة i ran fast جدت بسرعة but i could when there is لكنني i couldn't لم استطيع ان اكسب السباق salma doesn't has to take the umbrella doesn't بيجي بعدها المصدر يبقى doesn't have to be you able to speak to languages at the age of ten في عمر العشرة طبعا able was aware اليو تاخد ايه where يبقى انا هنا اقول له where you able to speak to language at the age of ten وانت عندك كم سنة عشر سنوات وائل have to sleep early yesterday بالامس يبقى لزم في الماضي يبقى هنقول had to can لازم بعد كده بيقول لي اكتب اكتب اه مقالة نقضية عن التنمر الالكتروني وده طبعا متجاوب في نهاية اليونت وده كده اخر جزئية معانا في كتاب المعاصر يعني ابتدي بقى مع بعض نحل الملحق بالكامل بامتحانات المحافظات تابعونا عنده مشكلة اكتبنا في التعليقات انتظرونا في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته